غارات جوية تكمل ما أنجزه الجيش السوري في خانشيخون وريف حماس شمالي استهدافات تقطع أوصال تحرك جبهة النصرة وحلفائها في محيط معارة النعمان على بعد 25 كم شمالا يستند الجيش إلى مكاسب ضخمة استعاد خلالها أكثر من 400 كم مربع وخياراته مفتوحة شرقا وغربا وشمالا مع تققر المسلحين وانهيار خطوط دفاعهم نستطيع القول أن المرحلة الأولى قد نفذت باستعادة خانشيخون وهذه المرحلة سوف تكون مقدمة للتحرك شمالا باتجاه معارة النعمان ونحو سراقب وصولا إلى حلب وأيضا بشكل متزامن التقدم شمالا باتجاه جمال الزاوي وهذا يتزامن أيضا مع عمال قتالية ناجحة سوف تقوم بها القوات من تجاه أو محور اللاذقية حلب عن طريق كباني وصولا إلى جسد الشغور خطط ميدانية تجاوزت نقطة المراقبة التركية المطوقة في موريك وترد على فشل الأتراكي في تنفيذ التزاماتهم وفق اتفاق سوتشي أخفقت أنقرة في إجبار المسلحين على الانسحاب من المنطقة المنزوعة السلاح ولم يلتزموا بفتح الطريقين M5 دمشق حلب وM4 اللاذقية حلب الآن يقوم الأتراك بإعادة بناء خط دفاع جديد على اتجاه معارضة النعمان حيش على هذا الاتجاه ربما يعتقد الأتراك أنهم سوف يقومون بإعاقة ومنع القوات السورية من تقدم على هذا الاتجاه القوات السورية لديها الكسيم الخيارات وأعتقد أن هذه المنطقة في حيش قريبا سوف تكون محاصرة كما هي باقي النقاط التركية والمجموات الرهبية المسلحة الأخرى التطورات على الأرض جعلت الوجودة التركية دون أي دور تطبيق اتفاق سوتي يجب القوة وبدعم روسي عسكري وسياسي واضح يستند إلى فشل الضامن التركي في تنفيذ أي من تعهداته العودة إلى تنفيذ اتفاق سوتي وهو أقصى ما يمكن توقعه من التفاوض الروسي التركي تفرض فتحا فوريا للطرق السريعة بين دمشق وحلب والأذقية وحلب وأنهاء الوجود المسلح على امتداد تلك المساحات نقطتان باتتا قريبتين للتنفيذ سلما أو حربا محمد الخضر دمشق الميادين ترجمة نانسي قنقر